هل ده معناه ان الاسماء دي الاسماء دي تحديدا هاي مش دول انا مش بتكلم على التعقدات دلوقتي لكن بشكل عام بيبقى مثلا معلش برضو علشان جمهور نادي الاهل يافا مهم جدا الناس محتاجة تعرف السيركل بيمشي ازاي او الدايرة تمشي ازاي بمعنى هل المدير الفني بيطلب قول ان عايز اسلام او عايز امير او عايز محمد او عايز ولا انت اللي بتعرض ولا لاجن يعني الدايرة تمشي ازاي بيبقى عندك في ميكس يعني النهاردة انت عندك التعقدات عندها السكاوتنج تيم بتاعها باللعيبة كلها في كل مركز هي شايفة بينا مناسب في الحتة دي ولاجنة تخطيط بيكون على دراية كاملة بكل حاجة ويكون عندها اولويات في نفس الوقت بيكون المدير الفني ساعاتي طلبات معاينة في احد المراكز او لعيب معاين يكون شايفة انه ده مناسب لي لازم يكون فيه توافق يعني النهاردة مدير الفني هيجيب لعيب النهاردة احنا اوكي مقتنعين لعيب ده نفسه وبنساعده في المكان ده بس النهاردة لازم يكون مدير الفني صلاحية كاملة انه هو يشوف المراكز اللي محتاجها بس لازم يكون فيه توافق بالناس كلها في كل اللي بيخش النادي المدير الفني مثلا اختار اسلام واسلام ما كانش من ضمن المجموعة اللي حضرتك بتتبعها هل حتتقد تتابعه ولا بتجيبه بتتابعه وممكن تكون معترض عليه بشكل كبير بس في الاخر المصلحة العامة بتخلي هم مضايمش بشكل ده مهم اوي الكلمة انت بتقوله ده طبعا طبيعا انت في الاخر ممكن تكون شايفة انت فيه لعيب انا مش مقتنع به شخصيا او اللجنة مش مقتنع به بس في الاخر هم تقديرا يعني تقديرا لفكر مدير الفني و هم وثقة في مدير الفني ده مضايمش ككت وساعات يكون مدير الفني نفسه مش مقتنع بلعيب انت تكون اعايزه وفي الاخر اللعيب ده بيك وده حصلت معنا في كثاف امسérence في كم سنة الفتح؟